هذا الدرس صعب جداً لنواصل البحث على الإنترنت لا شبكة عندي لماذا؟ أنا عندي الشبكة قوية ربما لعيب في هاتفي أرني؟ نعم عندك مشكلة في البرمجة سأحلها لك حالاً هل تفهم في برمجة الهاتف؟ ومن يفهم أكثر مني في ذلك؟ أرى أن نرسله إلى فني متخصص وفر عليك مالك الفني لن يفعل أكثر مما أفعله أنا الآن ستعيد البرمجة؟ نعم تفضل ما هذا؟ أين الأسماء؟ وأين السور؟ ومقاطع الفيديو؟ مصحت كلها وأنا أعيد البرمجة وماذا سأفعل الآن؟ تذهب به فوراً إلى فني متخصص أستغفر الله العظيم أين ذهبت القناة؟ أتبحثين عن شيء يا أمي؟ قناة الطهو اختفت لقد تغير ترددها هل تعرف التردد الجديد؟ بسيطة نبحث عنه على الإنترنت بسرعة يا عمر حتى لا يفوتني صنف الدجاج بالبشاميل الدجاج بالبشاميل الدجاج بالبشاميل ها هو التردد الجديد اتصل بالمهندس حتى يأتينا ويعيد إلينا قناة الطهو وكل القنوات المختفية مهندس؟ وأنا موجود؟ هل تستطيع أن تفعلها بمفردك؟ ومن غيري يستطيع؟ ما هذه الأصوات المزعجة؟ صبرا يا أمي حالا ستظهر القناة أية قناة؟ لقد اختفت كل القنوات؟ حسنا الآن نحضر المهندس يسين يسين هل خاصمتني يا يسين؟ ألسيت ما فعلته به؟ أصلحت لك جوالك بل أفسدته فأخذته أمي مني وأقسمت ألا تعيده لي حتى آخر الشهر لأنك تعبث به كثيرا يا يسين أنا الذي أعبث به؟ نعم ألم أنصحك مرارا أن ترسله إلى الفني المتخصص؟ يسين أصبح عصبيا جدا هذه الأيام هيا انغلقي شيماء أعطيني الحقيبة لكي أغلقها لكي يكفي ما فعلته بجوال يسين ها؟ تأخر الأستاذ صالح ماذا سنفعل؟ تجربة اليوم مهمة جدا حسنا لن نضيع الوقت ماذا ستفعل؟ سنقوم بالتجربة قبل أن يأتي المدرس ستكون مفاجأة له وسيفرح بنا جدا انتظر يا عمر لم نقم بهذه التجربة من قبل لابد لنا من مرة تكون هي أول مرة انظروا الخليط الكيميائي على النار وما هي إلا دقائق معدودة حتى نحصل على الغاز المطلوب أتيتك بمرهم الحروق الذي أوصى به الطبيب وأين الشاشو يا أمي؟ سأحضره حالا شفاك الله يا صديقي أرأيت ما حدث لي يا إمام؟ أنت الذي فعلت بنفسك كل هذا أنا نعم لأنك تفتي بغير علم وتتصدى لما لا تعرف أستحي دائما من أن أقول لا أعلم عليك أن تستحي من أن تقول أعلم وأنت لا تعلم وهل قلت أنت لا أعلم من قبل؟ كثيرا جدا لقد رفضت الفتوى في أمور كثيرة أكثر من الأمور التي أفتيت فيها لماذا؟ لأني رأيت علماء أفقها مني في هذه الأمور ولقد نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن أن نفتي بغير علم ومقولة الله أعلم هي نصف علم قل لي إذن ماذا فعلت مع طالب العلم الذي أراد سرقة كتابك في بغداد؟ هل عفوت عنه؟ يا بخاري اعترف عاصم بأنه هو من أرسل إليك اللص الذي حاول سرقة كتابك إن عفوت عنه أطلقنا صراحة وإن لم تفعل قبضت عليه الشرطة ونال عقابه ماذا تقول يا بخاري؟ أقول ما قاله الله في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وأن تعفوا أقرب للتقوى صدق الله العظيم وأفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة عندما فتحها العفو عند المقدرة جزاك الله خيرا أن سامحت تلميذ يا بخاري عساه لا يعود إلى ذلك يا شيخنا بإذن الله لن أعود أبدا المهم أن يسامحني شيخي سامحك البخاري صاحب الحق أما أنا فلن أستطيع أن أعيدك إلى مجلس علمي حتى أتأكد من أنك تعمل حقا بما تعلمته مني فالعلم ليس كلمات نرددها بل أفعال نقوم بها ولا يمكن أن يقتدي بنا الناس ونحن نقول ما لا نعمل ونعمل ما لا نقول آه تأخرت عن درس اليوم يا بخاري عفوا يا إمامنا ولكني رأيت رؤية في المنام كنت بعدها حائرا مرتبكا أية رؤية؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما شاء الله هذا فضل عظيم ففي الحديث الشريف من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي آه الحمد لله ولكني لا أفهم معنى الرؤية التي رأيتها وماذا رأيت؟ رأيته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام واقفا مع بعض أصحابه وأنا أقف بجواره أهش عنه الذباب المعنى واضح يا بخاري كيف يا إمام؟ تهش الذباب عن الرسول يعني تدفع عنه الكذب الذي يدعيه بعض واضع الأحاديث الكذبة ويفطرون على الرسول بما لم يقله تقصد أنني بجمعي للأحاديث الصحيحة وتحر الصدق فيها واستبعاد الأحاديث الموضوعة أمنع الكذب عن الرسول؟ بلا شك فإنها رسالة مهمة وضرورية ليتني أستطيع أن أتمها على خير ستفعل إن شاء الله ما دامت نيتك خالصة لوجه الله وهل ستساعدني في رحلتي إلى البصرة؟ وماذا ستفعل هناك؟ أتحقق من حديث نبوي قبل أن أضمه إلى كتابي تسافر من بغداد إلى البصرة لتتحقق من حديث واحد هذا من تفسير رؤياي يا إمام حقاً وكيف؟